الشيخ محمد حسين يعقوب تزوج خمس مرات كان على زميته أربع نساء ولازالوا على زميته أربع نساء وطلق مرة واحدة فقط هتقول لي مصادرك إيه؟ هقولك مصادري هم طلبت الشيخ أنفسهم وكمان ابن أكبر شيخ صديق طبعا مشهور جدا سوما صرح ليش أن أنا أقول اسمه لو صرح لي هقول وصديق الشيخ محمد حسين يعقوب طبعا تعرفين فيه تلاتة مشاهير أو كده هو أكتر واحد فيهم هو أعلمهم بعلم الحديث ابنه ووصلت معاه وهو اللي اداني المعلومة دي ابن الشيخ محمد حسين يعقوب علاء الدين يعقوب بيقول أن كل ما يقال عن أبيه كذب وزور وبهتان لاحظوا يا جماعة أن الأمر هنا يعني حياة شخصية لإنسان أيا كان هو مين فدول بيتكلموا عن الحياة الشخصية ده بلا أي دليل الجماعة بقى المرضى النفسيين والجماعة المعاديين للدين عموما مش محمد حسين يعقوب والجماعة اللي عايزين يمشوا بحريتهم والجماعة اللي عايزين المسلمة تتزوج من نصراني ما فيش مشكلة الجماعة الانفتاحيين دول والشوازو غيرهم الجماعة دول ما صدقوا مسكوا المعلومات دي وشيروا لما تيجي تقول لهم إيه دليلكم يقول لك دليلنا أن الشيخ يعقوب مطلعش أنكر الكلام ده لما الأمر يتعلق بشخصي وحيد بيجتمني يقول علي ويقول ويقول وكل الكلام ده ولا يهز أصغر أصغر شعرايا في صبع رجلي صغي يقول اللي يقوله لكن لما تكلموا عن ربينا لا أه أسد هصور ربينا لا الدين لا الشريعة لا النبي لا دخل على الخط بقى واحدة كان لها رواية يعني بص الواحدة دي بيبان من جسمها أكثر من اللي بي بمان من فنها يعني هي اللي عندها فن ولا كتابة ولا أي حاجة خالص يعني الشيخ محمد حسين يعقوب بتاع أختاه إحزاري طلق مراته الرابعة عشان يتجوز بنت أصغر منه باربعين سنة وجدير بالذكر أنه بيتخذ الرابعة للمتعة فقط يعني بتترمي وتيجي غيرها كل كام سنة ولا كام شهر كأنها طأم ملايات أو كنبة في الصالون فاضلة الشيخ تجوز 22 مرة في سبع سنين كل الكلام اللي تقال على الشيخ يعقوب كذب زي ما انا قلت لكم ومش صحيح وهم ما اهمش أي دليل عليه الصحف الصفرة دي كلها لو عايزة تثبت الكلام ده على الشيخ بربع جنة روح السجل المدني وتطلع الكلام ده من على الكمبيوتر الحاجات دي كلها متوفرة على الكمبيوتر السابت في الحاسب الآلي بمصلحة الأحوال المدنية أن علي جمعة متزوج من ثلاث سيدات حتى اللي بتعترض عليه فضلها واحد وتجيب عدد زيجات الشيخ يعقوب اللي هم انا قلت لكم ان هم خمسة هل اي زوجة من الزوجات دول طلعوا شتاكوا يا جدع الناس دول محسسين ان الشيخ يعقوب كان متجوزهم هم وبعدين اتجوز عليهم فزعلنين من الضرير اللي جابهم لهم في منتصف الجبه في منتصف الجبه والله الله